من جديد يمدد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد إيران لسنة جديدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان عقوبات تشمل تجميداً لأصول وقيوداً على السفر ضد أكثر من ثمانين من مسؤول النظام الإيراني على رأسهم رئيس السلطة القضائية صادق لارجاني والمدعي العام والقاضي بمحاكم الثورة الإيرانية أبو القاسم صلواتي وقائد الحرس الثوري محمد علي جعفري والقائد السابق لأركان الجيش حسن فيروز أبادي المقرب من الرئيس حسن روحاني وتضم قائمة العقوبات كذلك ممثل خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي ورئيس استخبارات الحرس الثوري حسين طائب وقائد الباسيج السابق محمد رضا نقدي فضلاً عن عدد من القضاة والمسؤولين ومدير السجون الاتحاد الأوروبي من جهته أكد أن تمديد العقوبات يأتي بعد الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية مؤخرة ضد المتظاهرين في المدن الإيرانية وهي الانتهاكات التي أدانتها منظمة العفو الدولية مطالبة بتحقيق عاجل وفعال ومستقل في حوادث القتل واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين بينما قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن إيران تصدرت قائمة أكثر الدول تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم خلال السنة الماضية ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لا يتوقف عند ذلك فاضطهاد العرب وتهجيرهم قصرياً من الأحواز يجري على قدم وساق في سياق محاولات تغيير الخارطة السكانية للأقليم الأحوازي ناهيك عن الاعتقالات العشوائية والتعذيب الممنهج ضد معارض نظام الحكم في طهران فهل يوقف المجتمع الدولي هذا المسلسل من الانتهاكات في إيران؟